السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثامن اليوم سنكمل مادة اللغة العربية القواعد للصف الثامن وذلك بحل مراجعة عامة لدروس الفصل الثاني صفحة 43 السؤال الأول اقرأ النص الآتي ثم أجب عما يليه كل من في الوجود يسعى إلى تحقيق السعادة في الحياة والناس في ذلك سواء كبيرهم وصغيرهم فلو سألت طفلا أو كهلا عما يبحث في حياته لقال لك أبحث عن السعادة أولا استخرج من النص خبرا جملة فعلية الآن نعود إلى النص كل من في الوجود كل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة بماذا خبرنا كل من في الوجود يسعى إذن الخبر جملة فعلية هي يسعى إلى تحقيق السعادة مفعولا به مفعولا به الآن نعود إلى النص فلو سألت طفلا سألت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء التاء ضمير متصل مبني في محر رفع فاعل طفلا نفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح فعلا مضارعا مرفوعا هو الفعل يبحث يبحث فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة أعرب ما تحته خط الآن الناس والناس الواو الناس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة بماذا خبرنا الناس سواء إذن سواء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة إذن الناس مبتدأ وسواء خبر ثاني اقرأ النص الآتي ثم أجب عما يلي المربون الأولون قدموا لنا تقديما حسنا صورة التي ينبغي فيها أن نؤدي لأطفالنا ولو جزءا من حقوقهم وقد جعل العصر الحديث تربية الأطفال علما قائما بذاته وفصل العلماء المختصون بالطفولة وسائل الإعداد التربوي السليمي وفق مناهج علمية مدروسة ومدعومة بالبحث والتطبيق الشامل إذ غدت رعاية حقوق الطفل واجبا وطنيا وضرورة إنسانية سامية السؤال الأول الاستخرج من النص مفعولا مطلق المفعول المطلق يا ثامن هو عبارة عن مصدر منصوب يأخذ من جنس يعني حروف تأخذ من جنس الفعل يؤتى به لتأكيد وقوع الفعل أو بيان نوعه أو عدد مرات ونعود إلى النص هنا قدموا تقديما حسنا إذن المفعول المطلق هنا تقديما تقديما هي المفعول المطلق وجاءت هنا لتأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه ثانيا خبرا لمبتدأ خبرا لمبتدأ نعود إلى النص المربون الأولون قدموا لنا إذن الخبر هنا قدموا وجاء الخبر هنا جملة فعلية الخبر هنا قدموا وجاء هنا الخبر نوع جملة فعلية أعرف ما تحته خط نعود إلى النص المربونة تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم عين كل اسم من الأسماء الخمسة فيما يأتي ثم بيّن علامة إعرابه الأسماء الخمسة ثامن أبحم أخذ فو عن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه في دين له عليه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك هنا الإسم أسماء الخمسة أباه والعلامة الإعرابية له الألف لأنه مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة لأبيك أيضا هنا اسم من الأسماء الخمسة والعلامة الإعرابية له الياء لأنه وقع هنا اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة ياد المروءة خذ بيد الضعفة الاسم هنا ذا والعلامة الإعرابية له منصوب بالألف لأنه موقع الإعرابي له منادى منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة أحضر أخوك إلى المدرسة الإسم هنا أخو أخو طبعا هنا العلامة الإعرابية له الواو لأنه جاء هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة قال حمو عبد الرحمن للطفل لا تضع القلم في فيكة الآن هنا حمو والعلامة الإعرابية له الواو لأنه وقع هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة في فيكة هنا الاسم من الأسماء الخمسة جاء فيكة والعلامة الإعرابية له الياء لأنه اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة أبوك أبو مخلص أبوك هنا هي من الأسماء الخمسة والعلامة الإعرابية لها الواو لأنها جاءت هنا مقتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة إذن الأسماء الخمسة تعرب بالحروف فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجار بالياع اقرأ ما يأتي ثم أجب عما يلي اشترك في المسابقة الأدبية التي أجرتها مديرية التربية والتعليم في اللواء 19 طالبا و11 طالبة في نظم الشعر وإلقائه وقد كرمتهم المديرة تكريما يليق بإنجازهم أولا حول الرقمين الذين بين أقواس في النص إلى كلمات ثم أعربها الآن في اللواء 19 طالبا ننظر إلى المعدود مذكر إذن القريب يطابق والبعيد يخالف فتكتب 19 الآن الإعراب اشترك في المسابقة الأدبية التي أجرتها مديرية التربية والتعليم في اللواء 19 تعرب عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل و11 طالبة طالبة المعدود مؤنث والرقم 11 يطابق المعدود فتكتب 11 الواو حرف عطف إذن تعرب عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع اسم معطوف الآن السؤال الثاني استخرج من النص مفعولا مطلقا هنا المفعول المطلق كما ذكرنا سابقا هو عبارة عن مصدر منصوب يؤتى به من جنس حروف الفعل هيكرمتهم تكريما المفعول المطلق هنا تكريما السؤال الثاني ما الصورة التي جاء عليها خبر المبتدأ فيما يأتي بالدصورة الخبر الأولى قال تعالى فو فوق كل ذي علم عليم هنا الخبر جاء على صورة شبه جملة ضرفية لأن الخبر جاء هنا شبه جملة والمبتدأ عليم جاء نكرة والقاعدة تقول إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة يتقدم على المبتدأ الجملة الثانية خليج العقبة ثغر الأردن الباسم ثغر هنا الخبر وجاءت على صورة اسم ظاهر صوت الحق يعلو فوق كل صوت صوت الحق يعلو الخبر هنا جملة فعلية جيشنا الباسل جاهزيته عالية جيشنا خبرنا عنه أن جاهزيته عالية الخبر هنا جاء جملة اسمية العلم فوقها ماتنا فداه الغالي والنفيس العلم مبتدأ فوقها ماتنا هي الخبر وجاء هنا شبه جملة ضرفية بين نوع المنصوبات التي تحتها خط فيما يأتي عبرت سحر عن رأيها تعبيرا مقنعا عبرت تعبيرا تعبيرا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة إذن المنصوب الأول مفعول مطلق سمع سائد تعبير أخته عن رأيها فأعجب به سمع فعل ماضي مبني على الفتح سائد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة تعبيرا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة إذن المنصوب الثاني هو مفعول به إن تعبيرا ندى عن رأيها مدعم بأدلة من الواقع إن حرف توكيد ونصب تعبيرا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن اسم إن منصوب سؤال الثاني استبدل بالمعدود الذي تحته خط فيه ما يأتي معدودا مؤنسا ثم غير ما يلزم زار طلعة أم قيس هذا اليوم 17 سائحا الآن أريد تغيير المعدود إلى مؤنس فيصبح سائحة الآن دائما يا سامن في الأعداد من 13 إلى 19 القريب يطابق والبعيد يخالف فتصبح سبعة عشرة سائحة سبعة عشرة سائحة اثنين التحق بدورة الخط العربي ثمانية عشر رجلا الآن رجلا معدود مذكر فالآن نستبدلها بامرأة فتصبح ثمانية عشرة امرأة القريب يطابق والبعيد يخالف أشرف على تنظيم الحفلي اثنى عشرة متطوعا الآن تريد تصبح المعدود مؤنس متطوعة الآن أشرف فعل ماضي على حرف جر تنظيمي اسم مجرور حفلي ومضاف إلى مجرور أشرفة تصبح اثنتا عشرة متطوعة اثنتا عشرة متطوعة اثنتا عشرة متطوعة العدد اثناش دائما يطابق المعدود بجزئيه اثنتا عشرة متطوعة أعزائي الطلبة الرجاء تدوين الإجابات جميعها على الكتاب بخط واضح ترجمة نانسي قنقر